موسيقى بعد سنوات من الهزيمة التحالف الدولي يقر بصعود داعش من جديد في العراق وسوريا أزمة المياه وهل هو للبعث الصامد الكوميديا السياسية في العراق أخطاء مستمرة ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي قبل أيام بسيطة عقد في المراكش في المغرب مؤتمر لوزراء خارجية ما يسمى بالتحالف الدولي لهزيمة داعش يعني هل مرة الآن أصبح عنوان التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شوفت صار اسمه التحالف الدولي لهزيمة داعش على يتحال اجتماع عقد في المغرب طبعا حضره وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وكرسة لبحث محاربة محاربة التنظيم الإرهابي في أفريقيا بس هم على أساس خلصوا من هذا التنظيم في الشرق في منطقتنا في العراق في سوريا فيرجون يروحون يحاربون هذا التنظيم في أفريقيا لكن في نفس الوقت ومن فمك أودينك بنفس الوقت يعني هذا التحالف الدولي أصدر بيان يوم 11 مايو يعني 11 خمسة بعد انتهاء أعمال هذا الاجتماع أقر بما لا يقبل الشيك بأن التنظيم الإرهابي مو بس موجود في العراق وسوريا بل يتصاعد وينفذ عمليات مستمرة وهو موجود ولديه إمكانات كبيرة بس بغض النظر عن النوايا وأهمها هو تبرير بقاء القوات الأجنبية وتحديدا هذا اللي يسمونه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا هدف كبير لكن في نفس الوقت هذا يعني أنه علينا أن نشهد في العراق وسوريا تحديدا استمرار مثل هذه العمليات الإرهابية وعلينا أن نرضخ للأمر الواقع وهو بقاء القوات الأجنبية وعلينا في نفس الوقت أن نرضخ لفكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هم من فقط يقاتل داعش وهم فقط من يلحق الهزيمة متى ما أراد بداعش ويعيدها إلى الوجود أو يصعدها ويرفعها أيضا متى ما أراد كلام طبعا خطير وخطير جدا وأنتم لاحظتم في الفترة الأخيرة الآونة الأخيرة وبحسب بيانات رسمية لاحظتم أن هذا التنظيم الإرهابي صعد من عملياته الإرهابية في العراق بشكل لافت وتشوفون يعني بين فترة وفترة تطلع عمليات أو تطلع معلومات عن استشهاد أفراد من قواتنا الأمنية قوات الجيش قوات الحجد الشعبي بشكل خاص شنو في مواجهة هذا التنظيم الأرهابي يريدون أن نتعايش مع هذا الوجود الأرهابي وفي نفس الوقت يفرضون علينا قيودا مشددة فيما يتعلق بكيفية مقاومة ومحاربة هذا التنظيم فيما يتعلق بالتسلح وغير ذلك من الأمور اللوجستية بل وحتى عندما يركزون على موضوعة الحجد الشعبي ويطلقون تصريحات مستمرة بضرورة حل هذا الحجد الشعبي طبعا بعد تخوينه والاستمرار بتخوينه وشيطنته والاستمرار بالإسائلة وتشويه سمعته هم في نفس الوقت جاي يصعدون لك بهذا التنظيم الأرهابي سموه قلنا يوم 11 مايو نفس اليوم 11 مايو هذا خبر من وكالة الأنباء العراقية الرسمية مقتل تسعة أرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية في عملية عسكرية عراقية في كاركوك أنا ما افتهم يعني ليش يسمون داعش بتنظيم الدولة الإسلامية ما أدري يعني هذا إراكي نيوز إراكي نيوز يقول أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية الأربعاء مقتل تسعة أرهابيين ينتبون هذا في المتن لتنظيم داعش في عملية عسكرية حيث قصفت القوات العراقية نفقا في جبل بمحافظة كاركوك كان الأرهابيون يختبئون به وأوضح المركز في بيان له هو أن عملية عسكرية محترفة ودقيقة نفذها لواء المشات المشاتخ 51 التابع للجيش العراقي أدت إلى مقتل جميع الأرهابيين المختبئين في نفق في جبل كارو شمال غرب كاركوك يابا إذن هذه العمليات مستمرة لكن تعالوا ناقش في أسباب صعود داعش في الوقت الحاضر أحد هذه الأسباب الرئيسة التي تقف خلفه سعي تنظيم داعش هو من جهته أيضا إلى استعادة نشاطه في العراق هو الرغبة في استغلال هذه الفوضة السياسية التي أوجدتها نتائج الانتخابات المبكرة والتي جرى تزويرها على نطاق واسع التنظيم والدول التي ترعى التنظيم مثل الناتو أسعى على ذكر الناتو أنقل لكم هذا الخبر المثير الخبر المثير هو أنه قائد أو حلف شمال الأطلسي الناتو الآن هو أيضا يقر ويعترف بأن داعش موجود في العراق من خلال تغيير القيادة الآن قائد القيادة الموجودة في العراق القائد الجديد هو إيطالي ويجعون يتحدثون صراحة وعلانية يقولون بأن هذا التنظيم موجود هذا التنظيم موجود هذا آخر شيء قائد قوات الناتو يتحدث عن وجود التنظيم في العراق بل عن وجود قوات الناتو بالتنسيقي والتعاوني مع الحكومة العراقية طيب وين راح إذن الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية والناتو وقبل فترة قالوا والناتو خفضوا قواتهم أساسا يعني حتى قبل الحديث عن مقولة الانسحاب أو تغيير المهام من قتالية إلى تدريبية واستشارات أشو طلع الناتو يشارك في العمليات العسكرية وتغيير في القيادات الأمريكان أيضا يتحدثون على نيتها لسه راح يبعثون أو بعثون السفيرة الأمريكية الجديدة روما شو اسمها ألينا روما نفسكي هذه السفيرة الجديدة واحدة من أهم مهامها واحدة من أهم مهامها هو تطويع الرأي العام العراقي على فكرة قبول القوات الأجنبية وتحديدا الأمريكية وطبعا الناتو وغيرها التي تشتغل فيها ما يسمى بقوات التحالف الدولي أنها يجب أن تكون تطويع الشارع وتطويع الرأي العام العراقي على هذه الفكرة فكرة البقاء وأيضا فكرة مواجهة فصائل المقاومة شوف يعني خطين خطيرين متوازيين تقاوم داعش يجب أن تحل أمريكا قوات التي جابت داعش وتريد تستخدمها دائما ورقة سياسية لا تعزز من وجودها العسكري وهم يستغلون بالأشيك هذه الفوضة السياسية وأيضا يستغل تنظيم داعش هذه التحديات التي يواجهها الحجد الشعبي في قضية التي ذكرناها التخوين والشعارات المستمرة دائما روح شوف هم مسؤولين هم مقابلات هم سياسيين هم محل جيوش وظيفتها تسقيط تسقيط الحجد الشعبي وتسقيط فصائل المقاومة حتى من الناحية يعني بالسمعة والأخلاق والإسم دائما دائما محاولة تسخيف شيء اسمه الحجد الشعبي تسخيف مفهوم المقاومة تسخيف مفهوم الشهادة أسا الشهيدة شهيدة صحفية شيرين أبو عاقلة من يكتب أحد المقاومين أو جمهور المقاومة يكتبون نعي يعزون باستشهادها حتى هذا المفهوم أسا أنت عندك مشكلة وهي حتى سياسيا يعني ذولي بعض الأطراف اللي ما يسمى بالتحالف الثلاثة سأتحدث عن الجمهور هذا الجمهور الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي ستعدك مشكلة سياسية داخلية زيان مو من أننا تخشون عن قانون تجريم التطبيع ما يخالف هذا واحد بغض النظر أنه عندنا احنا قانون وعندنا والمشكلة أو اللافت أنه نفسه هذا القانون قانون تجريم التطبيع يعتمد على القانون النافذ الفعلي للعام 1969 والمعدل في العام 1975 هذا مرحب به لكن في نفس الوقت يهاجمون من يعزي باستشهاد صحفية لأنها في فلسطين أبقى معنا ترجمة نانسي قنقر احتينا قصة علاقة بالتفصيل فقلت لأيه مدام أنت تحسيت أنا ما أريدك فطلقني طبعا تعبير الخيانة الزوجية لم يرد في قانون الأحوال الشخصية كما لم يرد في نصوص قانونية أخرى قلت لأ ما عندك دليل وما عندك شيء صرنا هذا كل عدنا عادي وكل حتى عادي لحد الأخير هي آتها العادي بدأت تدفع مثل ما شفتي مرارة هذا الشيء هو أن المشرع أجازة للزوجة أن تطلب النفق المؤقت لها ولأولادها خلال نظر الدعوة علينا جميعا أن نعترف أن الأسرة لم تعد هي المصدر الوحيد للتنشئة الاجتماعية وأن ندمت على طلاق منا لأنه هسان وضع ويأهل ما مرتاح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أزمة المياه بين العراقي وإيران وهالهولة للبعث الصامد أخواني وأخواتي لاحظتم في الفترة الأخيرة يكثر الحديث بشكل مكثف عن اتهام إيران بأنها تقطع المياه عن العراق وتسبب بأزمة كبيرة خاصة في مناطق الجنوب والوسط وتعديدا في الجنوب طبعا هذا الأمر ليس صحيحا بل يجري هناك الحديث بشكل واضح أيضا على تدويل يعني الأزمة وتحاول بعض الأوساط في العراق وخلفها طبعا يقف من يقف زج إيران والعراق بأزمة جديدة كبيرة دولية وأقليمية وطبعا أيضا شعبية فيما يتعلق بموضوع المياه فتلاحظون بين الفترة والأخرى يتحدث وزير الموارد المائية العراقية السيد مهدي الحمداني دائما يتحدث ويتهم إيران ويقول بأن إيران هي التي تقوم أو تجري مشاريع إيرانية تحرم البلاد من 20% من مواردها المائية وهذا الأمر ليس صحيحا بدليل أن الجمهورية الإسلامية قدمت للجانب العراقي قبل فترة بسيطة كانت هناك اجتماعات حصلت في اللجنة الحدودية المشتركة بين البلدين والإيرانيون قدموا وثائق تؤكد أن ما يقال عن مسألة أن إيران تقطع 20% من الموارد المائية عن العراق هذا ليس صحيحا لأنه المجموع مجموع المياه التي تأتي من إيران إلى العراق لا يتجاوز 7% وهذا الأمر أعلنه كم عدد من المسؤولين الإيرانيين وآخرهم كان السفير الإيراني الذي انتهت مهمته السيد إيراج مسجدي الذي قال بأن إيران لم تقطع روافد المياه المشتركة مع العراق مشيرا إلى أن 7% فقط من مياه العراق تجري من إيران والباقي يجري من تركيا طيب ليش إذن هذا الإصرار على اتهام إيران أنت ليش مجلب ب7% ولها ظروفها بس نجي نحكي عن ظروفها وإنت تارك لي 93% والأكثر من ذلك تبرر تجي تبرر تقول مع تركيا المفروض 93% روح 80% كما تزعمون أو يزعم يلا المفروض تنحل وين 80% إذا جاءت مياه عندك 80% شراح تسوي والمتضررين هما بشكل أكبر وينهم هما في الجنوب والوسط ليش الأمر باقي والجفاف يتمدد أكثر التصحر يتمدد أكثر ليش لأنه هناك من يريد أن يعبث بالعلاقات الطيبة والإيجابية بين البلدين مو هي إيران نفس اللي قدمت لك كهرباء يعني في نفس الفترة شوف الكارثة وزير الموارد المائية يصرح تصريحات ضد الجمهورية الإسلامية ويتهمها بمثل هذه الاتهامات في نفس الفترة وزير الكهرباء العراقي يروح يزور إيران ويرجع ويقول توصلنا إلى اتفاق انتبهوا جيدا لهذا الاتفاق لجدولة الديون الإيرانية بدءا من الأول من حزيران المقبل وإيران تستمر في تزويدنا بالكهرباء والغاز كنه يعني؟ يعني العراق سابقا هو الذي كان لا يسدد للإيرانيين ديونهم ومع ذلك لم تقطع إيران الكهرباء ولم تقطع إيران الغاز عن العراق انتبهوا لا تصدقوا ما يقال هنا وهناك من أكاذيب احنا ولدي القرية كل من يعرف حيا إيران اللي قدمت شهداء أكو أغلى من الإنسان وأكو أغلى من قاسب سليماني لدى الإيرانيين بدون ألقاب وحميد تقوي وغيرهم وغيرهم ونستشهد وين وين وليش ليش ليش بالعكس تماما دول أخرى تبعث لك مفخخات وتبعث لك انتحاريين وتبعث لك أرهابيين وتروح توقعوا ياغا اتفاقية الربط الكهربائي على الورق مثل انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو على الورق تغيير المهام من القتالية إلى تدريب واستشارات على الورق يلا روحوا لا ايران تعارض ولا القوى التي تتهمونها بالتحالف مع الجمهورية الاسلامية أم تعارض ليش تعارض هو رئيس الوزراء السابق ليش سقطتوه السيد عادل عبد المهدي ومتهم بأنه متحالف مع ايران ورفض بوطنية بالغة الانصياع للعقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية قال لك أنا أنا أتضرر من هذه العقوبات وبهذه الذريعة ما سددتو الأموال الإيرانية فيما يتعلق بالكهرباء والغاز زيان مو نفسه هذا السيد عادل عبد المهدي راح وقع اتفاقية أورادي وقع اتفاقية مع شركة زيمينس وتم إيقافها بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية بتشخلصكم من الكهرباء الإيراني فإذن من أقولها الهولة للبحث الصامد لأن أنا شفيت وأقول لكم تشوفون إخواني وأخواتي يعني هاي التشليبة بسبعة بالمية مقابل تركك 93% وخلي نقول 20% ما يخالف تنزلا وتركك 80% وتبرر مو بس تبرر تروح تبعث قواتك تقتل نيابة عن القوات التركية في سنجار أنا ما أردأ دافع عن حزب العمال الكردستاني بس حزب العمال الكردستاني مو مهمتك أنت أيها الجيش العراقي تروح تقاتل نيابة عن تركية التي تنتهك السيادة وتتحمل المسؤولية الأكبر في موضوع شحة المياه وحتى فيما يتعلق بالمياه في إيران الإيرانين يحملون تركية حتى بالنسبة لهم هذا نهر آراس أم تركية تتحمل مسؤولية في جفاف بعد حتى هذه السبعة بالمئة ما هو انت يرى تشوف المنخفضات والمرتفعات ما شون يجي الماي إيران تقولوا تعالوا شوفوا روحوا شوفوا بعينكم سووا لجان وروحوا زوروا الجمهورية الإسلامية إيران لم تغلق هذه الروافد اللي صاير شنو هناك أكو جفاف ونفس هذه وسائل الإعلام اللي تحرض العراقيين على إيران في قضية المياه تحرض الإيرانيين على دولتهم في قضية المياه أيضا بس تقع في الخطأ الفضيحة ماكو إذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسودي يقولون المياه المياه في إيران تتبخر جفاف وتصحر ظروف كثيرة إقليمية هي مشكلة إقليمية مهي خالف بس هذه تحل عن طريق المفاوضات مو عن طريق تسويق كما كان يجري في زمن صدام تسويق مهد لإلغاء اتفاقية الجزائر للعام 1975 وشن الحرب على الجمهورية الإسلامية لهذا أقول هالهولة للبحث الصامد وأكرر مرة أخرى ترى بين العراق وإيران قرار لوقف إطلاق النار اسم القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يعني أكون مسائل عالقة هي موجودة ما تحل بالشكاوى والتحريض والتعبئة وأكثر من 80% بحسب رويت تويتر من المنصات الإعلامية التي تحرض بهذا الاتجاه من داخل المملكة العربية السعودية وبعض الدونية أقول مع كل الأسف أضيعني بهذا الخط كره لإيران كره للجمهورية الإسلامية وكره للتشيع رغم انتسابهم ومن اللي السمار ينح شيء يعني من اللي يحرك هؤلاء أفكر وأشوف من اللي يريد لك دائما علاقتك مخزوزة بإيران واللي يش فكر بيها زين ابقوا معنا أقول أنت جنابك السمدير من تفتر على الغرب راح تباوع النقل خلال ست شهر أربع مرات لبستو حالات فسا نحن نقول مخانف للضواط التعليمات نحن نقص رقم عندي مكان قبل الاثنين واحد بس نحن مفرض رواتب نعم ماستر كاد RTBI بالدائرة شعجب التقاعد ماذا يفعل ما عندك راتب راح تأخذ راتبك أنا أريد أدقى الجنسية مالتك الصفحة سجل مو قبل الدفع وبعد الدفع تجري عملية التقيقة المتطاعة غير كثيرة عدد الأفراد من 8 إلى 10 ما حد التفخيص البار سأتي نت موكو وانا سأتي نت موكو يعني موكو موكو جاي نجي من برنامجنا سنرى الفيس أما الانستجرام الحباب اللطيف سنرى أعلى مشاهدات في اليوتيوب الفيس بوك اش بي ما بي البلاب وليس غرر بكل هذا وأكثر سنرى برنامجنا الوسن اشتركوا في القناة الكوميديا السياسية في العراق أخطاء مستمرة في الحقيقة لاحظت هناك حديث أن بعض أطراف الإطار التنسيقي مستعد للذهاب إلى المعارضة أي معارضة أي معارضة يتم الحديث عنها ومعظم اللجان في البرلمان تم تحق قاسمها بين الأطراف الثلاثة التي شكلت ما سمي بتحالف إنقاذ وطن يعني التحالف الثلاث طبعا هناك من رحب بهذه الفكرة فكرة أن يذهب بعض أطراف الإطار التنسيقي إلى المعارضة وقالوا أن ذلك يعكس مستوى عالم من المسؤولية أنا أشوف هذا جزء من الكوميديا السياسية في العراق وأنا اخترت لكم هذا العنوان ليش وانسا نجيكم نجي نتحدث عن موضوع المعارضة ليش لأنه شفت مقال لفتني ومقال بكل صراحة استطيع أن أقول وضع النقاط على الحروف انتقد كل كل الموجودين حاليا في العملية السياسية لكنه ركز أيضا على الكتاب والمثقفين والصحفيين اللي يحولون البندقية وإحنا ما عدنا بندقية عدنا قلم و كيبورد من كتف إلى كتف خاصة أولئك الذين كانوا مع النظام السابق سوى ما يشير لهم مباشرة بس هو يشير إلى يقول في قضية الانتخابات التي جرت الممثلون الكوميديون الأوائل هم المثقفون والكتاب الذين روجوا لأنفسهم بلا هوادع على أنهم لبراليون وديمقراطيون حيث حاولوا استعادة بريق العملية السياسية بعد انتخابات عشر أكتوبر وراء الانتخابات المزورة والتي تأكدت تزويرها واللي عزف عنها عن المشاركة فيها والاقتراع فيها أكثر من 80% من الناخبين الذين يحق لهم الذهاب إلى صناديق الاختراع أكثر من 80% السواء هنا هنا في بريطانيا وذهبوا وشاركوا كمراقبين دوليين على أكثر من 80% فعلا يعني لم يشاركوا في الانتخابات فهو للأخ الكاتب في هذا المقال الذي نشرته صحيفة عرب ويكلي أو العرب ويكلي بالإنجليزية أخطاء الكوميديا السياسية العراقية مبادرة الصدر الأخيرة هي الأكثر هزلية من بين كل مبادراته الفاشلة طبعا هو ينتقد أيضا الإطار هم يذكر مبادرة الإطار ويعتبرها تكرار حاصل لكل المبادرات السابقة يقول أما مبادرة الإطار التسيقي التي أعلنت في أول أيام عيد الفطر فلا جديدة فيها على الرغم من كل الدوران إلا أن نقاطه التسع نقاط المبادرة التسع للإطار لم تحتوي على أي شيء أصلي قانون انتخابات جديد مفوضية جديدة سن قانون للنفط والغاز لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل ودمج البيشمرقة في القوات المسلحة هو يقول هسا هي فقط أدوات تطرحها كل كتلة عندما تكون سياسية سياسيا تصاعدت الأزمة بإذن هو يمتقد الطرفين بس أنا نجي هسا نحكي عن هذه الهزلية الكوميديا السياسية في المعارضة أحباي والله لا أعرف باسم خشان بدون ألقاب ولا ملتق بي ولا طالعويا حتى في مقابلات تلفزيونية ما أعرف الرجل وما أعرف هل هو إنسان بالنتيجة يعني لا أعرف أنه هو على حاق أو على باطل في ما يقوم به لا أعرف بالنوايا ما لي علاقة بالنوايا أنا أرى أمامي رجل عندما يذهب إلى محكمة المحكمة الاتحادية فهو يمارس حقه كمواطن كمحامي شوف شون تحبر عنه أحبر هذا المحامي أو هذا النائب البرلماني وفاز بالانتخاب عنده جمهور انتخبوه تجي أنت في البرلمان تمنعه من حق انتبه لكلام حق المداخلة الله حق المداخلة وحق ال انضمام إلى لجنة من لجان البرلمان لا يتم إضافة النائب باسم خشان إلى أي لجنة من اللجان النيابي إلا أن يقدم احتدار مكتوب إلى رئاسة المجلس ولا يسمح له بأي مداخلة تلال هذا الفصل التشريع أطلب من المجلس تصويت على هذا القرار تصويت موافقة حاصلة فعندما علم النائب باسم خشان قال أنا أرفض رفض قاطع أنه المجلس يصوت عليه هاي اليوم اليوم بصوت عالي يقول هذا خلاف القانون هو وشت نظره خلاف القانون أنه يضيفون للجنة أنه تعرضون تصويت وكذا وكأنما فد منحة أو فد منية أي أنا نائب أجد نفسي في اللجنة الفلانية وأقدم طلب فهذا موقف فرفضوا بصوت عالي رأسة المجلس صارت ردة الفعل هذه رفضوا هذا التصرف وأيضا كان قرار مستعجل لأنه حتى ما بعد ما سمعنا تصوت لا وانا ما سمعنا الحديث أصلا حتى نصوت أنا مقتصو قال تم التصويت هو أسرع قرار أسوأ تصويت ويجي الإطار التنسيقي جزء منه السلماذي هذا الكلام الذي شفته منشور نقلل عن الأخ العزيز الأستاذ السياسي المعروف أزت الشابندر في تغريته تيجي تقول جزء من الإطار سيذهب إلى المعارضة أي معارضة أي معارضة من يسمح لك تعارض شلون تعارض طيب هو الأخ السيد محمد الحلبوسي مو الآن مطروح على أساس ممثل عن المكون السني تقسيمات المكون الشيعي والمكون الكردي المكون الكردي احتكره الآن السيد أو الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكو أحزاب أخرى اتحاد وطني قرآن الجيل الجديد وغيرهم مستقلون والمكون السني هذول يقولون نحن نسحنه بس مع أنه هناك خلافات كثيرة بياناتهم وقام قامت تركيا بتوحيدهم تركيا والحزب الديمقراطي السيد مسعود البارزاني كما يقول السياسيون في هذا التحالف التحالف السيادة عزم القدم إذا أنت تريد هم تحتكر المكون السني وهم تحتكر الصوت العراقي أنا رح أحكي بشيء لا يفهم يعني أرجوها لا يفهم منه الطائفية بس هو هذا الحكي هذا المقصود عمي يريدوكم نفس الشيء عجل يا أبوه وعجل يا أبوه هذا شيء عن تخبوه مستقل يتحكم به من يمثل من يدعي أنه يمثل المكون السني ومع الأسف بالتعاون مع جزء من من يزعم أيضا أنه يمثل المكون الشيعي وهذا الأمر طلع الآن في بعض وسائل الإعلام يتحدثون على نية يقولون في الجلسة السابقة في جلسة سابقة مو هاي اللي شفتوها والشاكوش والحلبوس يقول خلاص طم التصويت منعه الله شنو الدكتاتورية شنو الدكتاتورية هو إذن المعارضة إذن إذن شنو فائدة الآن نائب يقدر يعبر على الرأي الشارع مخوب ماكو والآن كلها بيديكم والأمور الإعلامها ما بيديكم هذا 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 هو جزء من النفس الذي يراد أن يحكم في العراق أنا قلت سابقا ونقلت عن أهرام ويكلي وغيرها من الصحف الناطقة بالإنجليزية بس هي تعبر عن وجهة نظر سنة السلطة يقولون احتدام الخلافات بين المكون الشيعي فرصة ثمينة لكي يعود حكم الأقلية السبنية من جديد هذا الشكل اللي شفته بس هذا وراء تبعات من أقلكم روحوا دائما انتبهوا إلى تقارير معحد واشنطن أنا لا أتحدث جزافة لا ما أطلق شعارات أحد واشنطن في تقريره أو توصياته يوم 28 حزيران الماضي أقل من سنة بعد الغارة الوحشية التي نفذها بايدن هذا بايدن اللي يسمي نفسه ديمقراطي ويريد ينسحيب على الورق بس قتل أخواننا على الحدود العراقية السورية كانوا يدافعون هناك ويحاولون أن يمنعوا تسلوا لداعش ذهابا وإيابا يقول له ما أحد واشنطن أنت ليش تقتل وتعلن لا قصراس واكتع خبر هذا مضمون التقرير اقتل ولا تعلن مارس سياسة الغموض فإذا رضيتم بهذا الذي يجري والله أقولها مرة أخرى تحسسوا رؤوسك جيدا تعددت الأسباب والموت واحد الأرهاب له طرق مختلفة وهم يقولون استعنا ما جاينا ادعي من عندنا هو يقول لم أحد واشنطن صفي هؤلاء ومو بس تكتفي بقادة المقاومة انتبقوا أخواني حتى القادة السياسيين والمقاومة أشكال سياسية وعسكرية بس هو يقول صفيهم كلهم القادة البارزين ولا تألن كما يفعل الكيان الصهيوني فأليست هي كوميديا سياسية وأخطاء مستمرة وأنتم مسؤولين أما سيحصل في المرحلة المقبلة إذا قدمتم تنازلات لتمرير ما يسمى بحكومة أغلبية وطنية وهي ليست إلا حكومة إقصاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا